السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب طلاب الصف الخامس الابتدائي يلا بينا نراجع على مكرر شهر نوفمبر اللي هتمتحن فيه احنا خلصنا الدرس الاول والتاني في الحلقة الاولى والدرس التالت في الحلقة اللي فاتت النهاردة معدنا مع الحلقة التالتة الدرس الرابع والخامس بيقولك توماس is doing توماس بيعمل a school project مشروع مدرسي about a about American clothing ولا British clothing ولا Egyptian clothing طبعا هو كان بيعمل عن الملابس المصرية تبقى Egyptian السؤال اللي بعده faris lives in faris بيعيش فين it's hot there الجو حر هناك يا ترى لما يكون الجو حر يبقى هيكون بيعيش فين سهاج ولا كايرو ولا أليكزاندريا اكيد طبعا سهاج لانها في الصعيد الجو بيكون حر the sleeves of the galabia are الاكمام بتاع الجالبية بتكون short ولا long ولا small يا سيدي ده الكومة بتاع الجالبية يلبس عليها الصغير يبقى اكيد طبعا بيكون long بعد كده galabias are made from الجالبيات مصنوعة من الكوتن ولا leather ولا الجولد يا سلام يا ريت تكون مصنوعة من الجولد بس هي من الكوتن hand uses a pen hear he say بتستعمل ألم في كتابة مقالتها تبقى writing ولا to write ولا write ولا off writing طبعا احنا قلنا بنستعمل to المصدر لبيان الغرض لكي تكتب المقال بتاعه صح they buying ولا buy ولا buys ولا bought some new books to read last week last week ده الاسبوع اللي فات اوه يبقى ده ماضي بعد كده I wear to protect my eyes علشان احمي عيوني بلبس jackets ينفع الكلام ده ولا sunglasses ولا galabias ولا bracelets اكيد طبعا اللي هتحمي عيني هي sunglasses بعد كده السؤال التامن بيقول لي Tuka is wearing Tuka ترتدي gloves ولا belts ولا trainers ولا glasses on her hands اوه on her hands في ايديها يبقى كيد gloves السؤال التالي السؤال ده رقم 9 she is wearing a crown on her لبسة tag التاج بيتلبس فين leg on her leg ينفع الكلام ده hand head or neck طبعا التاج بيتلبس فوق الراس يبقى head نروح للسؤال العاشر my parents والدية used the bright colors الوان براقة to eat the house to paint ولا to painted ولا to paint علشان يدهنوا البيت يلونوا to المصدر لبيان الغرض فين المصدر اهو بدون اضافات لا عليه كريم شانتي ولا اي حاجة خالص yesterday مبارح mona to the kitchen to make a sandwich the yesterday دنبارح يبقى مرح go or going or went التصريف الثاني من فاعل go هو went مركز معاه السؤال رقم 12 هنا بيقول لي noha bought a new dress to at in her friends wedding طبعا السؤال ده هسيبولك تكمل انت الاختبار من تطبيق ياسر الكلاني انا هعمل انهاء اختبار هما 17 سؤال احنا جاوبنا تمام على 10 او 11 هتعرض هنا نموذج الاجابات هيتطلع لك كل الاجابات الصحيحة وحتى لو اخطأت في حاجة هيقولك ده السؤال اللي انت جاوبته غلط تركز عليه عشان ما تغلصوا فيه في الامتحان ما تنساش تنزل تطبيق مستر ياسر الكلاني من جوجل بلاي وتقيمنا بخمس نجوم وشكرا مقدما ترجمة نانسي قنقر